عوائق سياسية وقانونية تواجه تطبيق بنود الاتفاقية المبرمة ما بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير حول منصب محافظ السليمانية والتي قضت في حينها بتقاسم الحزبين للمنصب مناصفة لفترة تمتد لسنتين لكل منهما أعضاء في الاتحاد الوطني أقروا بصعوبة الالتزام بالاتفاقية في ظل الأوضاع السياسية الحالية في الإقليم ليس هناك قانون آخر وليس هناك حل من البرلمان الكردستان لهذه المشكلة ولحد الآن للأسف المشكلة باقية وأنا لا متفائل بأن تغيير سيصير لكن الحركة متمسكة باستلام المنصب في الوقت المحدد باعتباره حقا قانونيا واستحقا انتخابيا المنصب محافظة السليمانية يتحكم بها مجلس محافظة السليمانية وهذا المجلس هناك اتفاق سياسي كما ذكرت آنفا بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير على أن يتم التبادل كل سنتين لهذا المنصب بين الجانبين كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس السليمانية استبعدت توفر النية الحقيقية للاتحاد بإعطاء المنصب للتغيير لدواعي سياسية وإدارية حسب الأمر الواقع من الصعب وأعتقد من لدى الاتحاد الوطني الكردستاني ليس لدى النية في تسليم هذا المنصب لمسائل سياسية مسائل إدارية مثلا يمكن مسائل أيضا النفوذ والسلطة مواطنوء السليمانية طالبوا المسؤولين المحليين بإلى الاهتمام بالأمور الخدمية والابتعاد عن الصراعات الحزبية على المناصب ويحذر مراقبون من تنامي الخلافات السياسية في محافظة السليمانية لما لها من تأثيرات سلبية على عمل الحكومة والمؤسسات الخدمية في المحافظة يوسف المندلاوي الحرة اشتركوا في القناة